أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن لبنان من أفضل دول العالم أمنيا وعقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية أعلن المشنوق أنه ابتداء من صباح الجمعة ستتخذ إجراءات استثنائية في بيروت الكبرى لتسهيل حركة السير خلال فترة الأعياد ولمنع أي عمل مخل بالأمن إن شاء الله ستكون هذه الخطة ناشحة مثل المصار السنية الماضية ويكون أسهل للمواطنين التنقل والاحتفال بعيد الميلاد وبراس السنية وبالفترة الفاصلة بينكم وصار لبنان وبيروت من أأمن مدن العالم وأأمن دول العالم طوال ثلاث سنوات ونصف الماضي بدأ على الخشب حتى ما المشنوق أمل أن نشهد في الثماني والأربعين ساعة المقبلة استقرارا حكوميا مشابها للاستقرار الأمني ما في طرف ما قدم تنازل بالشكل أو بالمضمور بعض التنازلات نعمي وهادي بعض التنازلات آسي ولكن كانت ضرورية المهم أنه هلأ أطعنا هذا الأطوع وإن شاء الله خلال 48 ساعة بيكون يعني الاستقرار الحكومي فضلا عن الاستقرار الأمني هو عنوان البلد ولفت المشنوق إلى أنه سيأخذ فترة نقاها بعد تسليم الوزارة لخلافه مؤكدا أنه من حق الرئيس الحريري الفصل بين النيابة والوزارة اشتركوا في القناة